السلام عليكم شوكم إن شاء الله زينين وياكم عليهادي علي بهذا الفيديو رح أشرح لكم على الجهاز جديد من شركة أوبو اللي هو الأوبو رينو 5 طبعا هذا الجهاز تجي بيه نسختين أو أكو بيه أصدارين أصدار يكون 4G وأصدار الثاني 5G بالعراق بما أنه ما عندنا 5G فالنسخة اللي راح تجيني اللي هي نسخة 4G تابعوني بهذا الفيديو حتى نعرف شنو هي السلبيات وإيجابيات هذا الجهاز ويسوى إنواني أشتريه أو لا الشغلة الأولى اللي راح أسوله بيه اللي هي شكل الجهاز من الخارج ومثل ما عرفنا بأجهزة أوبو أنه دائما يركزون على مسألة تصميم الجهاز من الخارج فدائما تصميمهم تكون أكو بيه جمالية طبعا الجهاز من الخلف هو بلاستيك وليس زجاج الجهاز يجيب لونيا لون الفضي أو السلفر كيفك شتريه تسميه واللون الثاني اللي هو اللون الأسود أنا اللون اللي عندي هو اللون السلفر الجهاز هو بلاستيك والشي الحلو إنه ما عندي أي بصمات فالجهاز من الخلف ما يطبع بصمات هذي نقطة كلش ممتازة البلاستيك هنا يعني تحس مثل الخشن فأي بصمات نهائيا ما راح تكون موجودة على هذا الجهاز العيب اللي شفته من النظرة الأولى إنه الجهاز بيه سماعة واحدة وليس سماعتين ستيريو بالمقابل أكو هواي أجهزة من الفئة اللي تكون أقل من هذا الجهاز وأكو بيه سماعتين فهي تبقى مسألة تفضيلات شخصية يمكن أنت تعتبرها عيب أو لا الأمر الراجع لك الجهاز تقدر تخلي بيه 2 سيم كارت بالإضافة إلى بطاقة ذاكرة خارجية يعني المنافذ اللي عندي هي ثلاثة منافذ وزن هذا الجهاز يعني مو كلش ثقيل وزنه هو 172 غرام تقريبا وسمك هذا الجهاز سمكة 7.8 ملم الشاشة الخاصة بهذا الجهاز بها مواصفات كلش حلوة الشاشة هي من نوع أموليد طبعا تردد هذه الشاشة هو 90 هرتز بالإضافة إلى أنه دقة هذه الشاشة هي Full HD Plus وقياس أو حجم هذه الشاشة هو 6.4 انج وكثافة البكسلات بكل انج من هذه الشاشة هو 411 بكسل طبعا أكو عندي طبقة حماية اللي هي Gorilla Glass 3 هذه الطبقة هي ما رح تحمي لك الجهاز من الكسر لكن تحمل الجهاز من الخدوش البسيطة يعني ما تخلي الجهاز بجيبك أكو عندك مفتاح أو أي شيء فنوعا ما رح تحمي من الخدوش والأشياء البسيطة بس ككسر لا ما رح تحمي نسبة الشاشة للجهاز بشكل كامل هو 91.7% فالشاشة ما أخذها مساحة جدا كبيرة من الواجهة الأمامية أكيد وحدة من طرق الحماية اللي موجودة بالجهاز هي بصمة الأصبع بصمة الأصبع صائرة أسفل الشاشة وأداء البصمة جدا ممتاز يعني ما عندي عليه أي ملاحظة وأكو هواي حركات تقدر تسويها لإيماءات أنه تتحكم بالشاشة مثل ما شفناها بأجهزة أوبو بالزارات السابقة كلها رح تشوفها موجودة هنا تجواب على المكالمة تتنقل هواي تفاصيل تقدر تسويها من خلال حركة الإيد المعالج اللي موجود على هذا الجهاز هو الأداء بشكل كامل هذا الجهاز بمعالج من شركة سناف دراجون اللي هو 720 جي هذا المعالج اللي مصنوع بتقنية 8 نانومتر طبعا هذا المعالج هو مخصص للأجهزة اللي تكون من الفئة المتوسطة لأنه هذا الجهاز اللي هو الأوبور رينو 5 هو من الفئة المتوسطة فينطيني أداء جدا حلو بالألعاب يعني ما راح تشوف أكو بطء أو تعليق والرامة اللي موجود على هذا الجهاز هو 8 جيجا بايت من نوع DDR4X اللي راح ينطيني أداء جدا ممتاز الذاكرة الداخلية هي 128 جيجا بايت وتقدر أن نضيف بطاقة ذاكرة خارجية لأنه مثل ما ذكرت بالبداية أكو عندي ثلاث منافذ اثنين للسيم كارت والمنفذ الثالث هو البطاقة الذاكرة الخارجية وبشكل عام أداء الجهاز بالألعاب أو بالاستخدامات العادية ما راح تشوف أكو بطء أو تعليق بالنسبة للألعاب حاول أنه لا تشاغلها بالأعدادات القوية أو العالية كلش حتى تحصل على أفضل أداء الحرارة اللي موجودة بالجهاز طبيعية فما عندي أي ملاحظة على أداء الجهاز بالنسبة لسعر ومواصفات الجهاز هل سأشرح لكم على الكاميرات اللي موجودة خلف الجهاز هذا الجهاز بأربع كاميرات خلفية الكاميرا الأولى اللي هي الكاميرا الرئيسية تجي 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.7 والكاميرا الثانية اللي هي 8 ميجابيكسل اللي تصور لك صور بالزاوية العريضة تجي فتحة عدسة 2.2 والكاميرا الثانية والثالثة اللي خاصة بالمايكرو التركيز هذه بعض الصور اللي تم التقاطها من خلال هذا الجهاز كتبوا لي بتعليقات شنو رأيكم كاميرات إذا كان عندك إنارة كافية رح تحصل على الصور حلوة إذا كانت عندك الإنارة قليلة أو ضعيفة الصور ما رح تكون بالمستوى المطلوب طبعا الجهاز يصور مقاطع فيديو بدقة 4K 30 فرايم بالثانية الوحدة الكاميرا الأمامية اللي صايرة بشكل ثقب على إسار الجهاز تجي بدقة 44 ميجابيكسل وفتحة عدسة 2.4 أيضا هذي بعض الصور هذي تم التقاطها من خلال الجهاز بالليل بالنهار بوضعيات مختلفة بشكل عام أداء الكاميرات اللي موجودة على هذا الجهاز يعتبر جيد بالنسبة للفيئة السعرية مثل ما قلت لكم أنه لو كانت عندك إنارة كافية نعم رح تحصل على صور حلوة إنارة عندك قليلة صور رح تكون محلوة فبالنهاية أنت لتضبط الخيارات اللي موجودة طبعا أكو بعض الميزات اللي موجودة في هذا الكاميرا وحدة منها أنه تقدر تشغل الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت وتصور فيديو تقدر أنه تقسم الشاشة على الأمام والخلف تقدر أنه تسوي مستطيل أو بشكل دائرة يعني كل هاي التفاصيل ممكن أنه تتحكم بيها من خلال نفس الجهاز وهذه الميزة يعني مو جديدة موجودة ببعض الأجهزة السابقة بس شي حلو أنه نشوفها موجودة بالجهاز بدون أي برنامج إضافي من خلال التطبيق الخاص بالكاميرا الرئيسية نشوف هذا الشيء يعتبر شيء جدا ممتاز أكو عندي ذكاء اصطناعي موجودة على هذه الكاميرات فرح تنطيك أفضل الخيارات هتتحصل على أفضل النتائج أيضا أكو عندي البورد تريب وضعيات مختلفة ممكن أنه تستخدمه على هذا الجهاز فهذه هي التجربة والصور اللي إذا تشوفوها كلها تم التقاطها من خلال جهاز أوبورينو 5 هذا الجهاز يجي ببطارية بسعة 4310 ملي أمبير والشي الحلو أنه الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 50 واط بحيث أنت تشحن الجهاز من صفر إلى 100% تقريبا خلال 45 إلى 50 دقيقة ينشحن الجهاز بشكل كامل أداء البطارية يعتبر جيد بالنسبة لحجم البطارية طبعا الجهاز يطاول عندك بالاستخدامات العادية تقريبا يوم إلى يوم وكم ساعة بالاستخدامات المكثفة أقل من يوم بس ميزة الشحن السريع اللي موجودة رح تنطيك ميزة كلش عالية خاصة أنه الجهاز يدعم تقنية الشحن السريع من أوبو اللي هي السوبر فوق فرح ينطيك نتاج كلش حلوة من ناحية الشحن شغلة السعر بايش هذا الجهاز مش قلت تتوقعون سعر هذا الجهاز هو 369 دولار برأيك المواصفات اللي تم ذكرها على هذا الجهاز يسوي هذا السعر أو لا صراحة أن كنت أتمنى لو كان سعر الجهاز أقل من هذا السعر كان الجهاز رح يكون فتشي جدا ممتاز مع هذا يبقى الأمر راجع لك أنت اللي يتحدد منه الجهاز اللي يناسبك المواصفات اللي تم ذكرها بالجهاز يعني خاصة الشاشة مواصفاتها جدا ممتازة الشحن السريع شكل الجهاز من الخارج وميزات موجودة مع هذا الجهاز فبشكل عام هذا هو جهاز أوبورينو 5 قبل ما أهني الفيديو أخلي أعرفكم على العلبة اللي موجودة بالجهاز والشغلة الحلوة اللي موجودة بشركة أوبور أنه كل الأشياء اللي تحتاجها أنت رح تشوفها أصلا موجودة بالعلبة بهذه الأوقات صارت فتشي كلش نادر طيب العلبة شنو بيها؟ بيها شاحنة تدعم الشحن السريع بالإضافة إلى كيبل من نوع التايب سي أيضا يدعم الشحن السريع وأيضا عندي سماعة هذا الجهاز أكو بمنفذ 3.5 الخاص بالسماعة اللي صاير بالأسفل أيضا موجودة السماعة بنفس العلبة هاي تقريبا كل الأشياء اللي موجودة في علبة جهاز أوبورينو 5 أي سؤال أدكم أو استفسار كتبوا ليها بالتعليقات والفترة الجاية رح تكون أكو هواي أجهزة من شركة أوبو الختام لا زعنا القول إلا السلام والسلام عليكم ورحمة الله